ارسلوا لنا رجلاً قوياً يحكم العالم سنقبله فوراً رباً كان أم شيطاناً مخلص من السماء هذا موضوع حلقتنا في هذا الوقت ما أحوجنا إلى مخلص فالعالم كله يصرخ ويعني يحاول بمجهوداته الكثيرة ويبحث عن منقذ يبحث عن مخلص ألا تتفق مع أن هذا الموضوع هو موضوع الساعة؟ نعم كل التأكيد ولا سيما أن العالم كله في حالة من الحيرة والتوتر يبحثون عن حلاً ولن يجدوا حلاً إلا ما يقدمه المخلص الوحيد الرب يسوع المسيح لما منقول المخلص من السماء لكن احنا منعرف أن يسوع هو المخلص يعني بتذكر رسالة الملاك للرعاة في بيت صحور اللي هي في حقل الرعاة بجانب بيت لحم مكتوب أنه يولد لكم اليوم في مدينة داو مخلص مخلص المسيح هو المسيح الرعاة صحيح فهو المخلص تفضل زي ما كان قبل مجيء المسيح في الأرضنا كان هناك تطلع إلى مجيء من يخلص حتى لما تنبأ أشعياء يا سيس نزار في سفر أشعية أصحاح تسعة عندما قال لا يكون ظلام للتي عليها ضيق وكما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جاليل الأمم وبعد كده اتنبأ بالنبوة يولد لنا ولد ونعطى ابنا إذن كان هناك الحاجة إلى مجيء المسيح مخلصا إلى العالم وقد جاء يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيئه النهاردة كمان العالم يتطلع إلى مخلص إلى منقص حضرتك ذكرت العبارة في المقدمة اللي قالها أبو السوق الأوروبية المشتركة عندما قال نحن في حالة في العالم حالة من الفوضى والانهيار الاقتصادي ارسلوا لنا رجلا قويا يحكم العالم سنقبله فورا ربا كان أم شيطانا للأسف العالم يتطلع إلى مخلص حتى لو من الجحيم واستحال أن يأتي إلا مخلص من السماء الرب يسوع المسيح الذي نتوقع وصوله قريبا كما جاء وخلص من ألفين سنة على الصليب سيأتي قريبا أيضا لكي يحل كل المشاكل بما جئوا من السماء اشتركوا في القناة